شيء ما خرج عن المألوف في الموقف من النظام السوري السعودية لم تنفي ما أعلنته صحيفة الأخبار الجمعة وأكدته سندي تايمز الأحد عن لقاء برعاية روسية جمع في الرياض ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي المملوك ثم أتى اجتماع الدوحة بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الأمريكي جون كاري حاملا سلسلة مؤشرات تقرأ فيما قاله وما لم يقله المشاركون في هذه المحادثات الجميع تحاشى الحديث عن مصير الأسد فوزير الخارجية السعودية عادل الجبير اكتفى بالتغريد تمت مناقشة التصدي لسياسة إيران العدوانية في المنطقة بما فيها إرهاب داعش وحزب الله والحوثيين أما جون كاري فصحيح أنه قال إن الأسد فقد شرعيته لكنه هذه المرة وعلى غير العادة لم يكمل جملته بأن على الأسد أن يرحل حتى عن وزير الخارجية القطري غابت الدعوة الصريحة إلى رحيل الأسد وحلت مكانها مناشدة لتحقيق إيرادة الشعب السوري في الوحدة والأمن والاستقرار وفق مقررات جناف واحد وبقي الأهم في الدوحة ما لم يرشح عن لقاء فريد من نوعه منذ بداية الأزمة السورية جمع وزراء الخارجية الأمريكي والروسي والسعودي تناول الملف السوري وانتهى بتكتم حول النتائج التحليلات حول هذا الاجتماع تراوحت بين حدين الأول البحث في مبادرة روسية تقضي بتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب والإبقاء على بشار الأسد في مرحلة انتقالية والحد الثاني تعديل في الموقف الروسي قارب التخلي عن الأسد مع الحفاظ على النظام وهيكلية المؤسسات القائمة وهذا الاحتمال عززه تصريح لافت لإردوغان بقوله بوتين يتجه إلى التخلي عن بشار الأسد اشتركوا في القناة